كشفت شعبة مصدري الذهب باتحاد الغرفة التجارية عن دخول أفراد لسوق الذهب وشرائه بغرض تخزين خوفا من انهيار العملة السودانية وصف اتحاد الصاغى والمعدنين ما يحدث في سوق الذهب بكارثة يقصد بها تدمير الاقتصاد قال الأمين العام للشعب عبد المولى القدال إن السوق أصبح مفتوحا واعتبر أن هناك أيدي خبيثة تعبث بالاقتصاد متسببة في خلل اقتصادي كامل وشدد القدال على أن الدولة لم تزر قرارا بإيقاف صادر الذهب وإنما هو توقف تلقائيا لأن كل المصدرين تكبدوا خسائر فادحة